أعلنت حركة حماس نقل جثمان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية من تهران إلى الدوحة عصر غد الخميس بعد مراسم تشييع رسمية في العاصمة الإيرانية وقالت الحركة إن صلاة الجنازة ستقام في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة على أن يدفن بعد ذلك في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل